عشان كده نفسي أرى معاكم مزمور 84 مزمور 84 المزمور الشهير والكلنا عارفينه يقول إيه الكتاب المقدس بني كورح تشتاق بل تطوك نفسي إلى ديار الرب قلبي ولحمي اهتفان بالإله الحي العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع فراخها العصفور وجد بيتا في ناس في وسطينة النهاردة عاملة زي العصفير التايها قاعد يرفرف ويدور ويدور ومنهك في الطريق تعب بيدور على عش يرتاح فيه بيدور على المكان الصح في ناس في وسطينة يمكن حاس أنه متخبط في العمل من وظيفة لوظيفة شيء مختلف ممكن يبقى شخص كده من مكان عبادة من خدمة لخدمة وقاعد زي العصفور في اسم يسوع النهاردة الرب عايز يقولك كده أن العصفور وجد بيتا آمن معي النهاردة باسم يسوع أن الرب بيشهر لك على البيت وبيقولك أهل بيت بتاعك العصفورة وجد بيتا هل أنت محتاج مدينة سكن في اسم يسوع قل له رب أنا يمكن في وسط ناس وفرحان وبعمل حاجات كتيرة لكن من جوه فيه اضطراب من جوه كده أنا مش على بعضي تعالوا نغمض عنينا ونصلي ونقوله كده يا رب في اسم يسوع أي شخص في وسطينا تايه في البرية تايه يا رب كده مش شايف قدامه مش عارف إيه الخطوات مش عارف إيه خطة الله مش عارف الرب عايزه ياخد خطوات إيه في الوقت الجاي وحياته كده بلا معنى فقدت الإحساس بالديركشن بالاتجاعة في اسم يسوع يا رب النهاردة تيجي تدي هداية تيجي تدي قيادة اللي وراها سلام تهدين يا رب كده بوضوح لو أنت بقى لك فترة عايز تسمع صوت الله وعايز تاخد قرارات معينة في اسم يسوع النهاردة باسم يسوع الرب يقودك يقودك في قرارات مصيرية في اسم الرب يسوع في اسم يسوع إن كان بخصوص الخدمة إن كان بخصوص العمل إن كان بالمكان حتى اللي تعيش فيه أرجع معاكل لمزمور 107 يقول لم يجدوا مدينة السكن تاهوا في البرية في قفر بلا طريق يقول إيه بقى وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة السكن نفسي أقف وده التأمل التاني والأخير كده اللي أشاركوه يقول لما هداهم الرب على فكرة كتاب المقدس الروح الكدس ما بيحشيش كلام مش إنه مش لاقي كلامي يقوله فقاعد يزود كده أو كلام جمالي لا كل كلمة لها معنى عظيم وعميق جدا ما قالش الكتاب وهداهم طريقا ليذهبوا إلى مدينة السكن لا قال هداهم الطريق بس الطريق ده طريق مستقيم طريق مستقيم يعني إيه كلمة مستقيم كلمة مستقيم يعني دغري دغري ده عكس لما يبقى الطريق بقى حاولين جبال ويلف ويمين يولد دايما أقصر طريق أو أقصر خط هو حاجة المستقيمة لكن أول ما تبتدي تلف هتاخدك وقت أطول ومسافة أطول لكن الطريق المستقيم بيتحدث عن الرب الذي يختزل الوقت بيختزل الوقت يعني يشوف أقصر الطرق يمشيك في طريق مستقيم هل تفرح بالرب وتؤمن لأنك لو ما بلتش الكلمة دي لو ما صدقتش الكلمة دي هتقعد بقى وتلف وتجرب واروح هناك طب ويرجع تاني من نفس الحتة ولف من وراء وبعدها قاجي كفاكم دوران حول هذا الجبل يقول الرب في اسم يسوع الرب حيهديني طريق مستقيم ايه معنى التاني اللي عايز أشارك به النهاردة كده إن الرب بيدي وعد الناس كتيرة في وسطينا باسم يسوع إنه هيختزل الوقت ومش هيضيع وقتك إبليس هو اللي عايز يضيع الوقت الكتاب المقدس بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة الرب عايز يدينا الزهن والفكر إننا نشوف إن الوقت سمين جدا خلاص كده بيقول كده نهاية كل الشيء قد اقتربت الرب عايز إنه مش وقتنا يديها لكن عايز إنه يدينا في طريق مستقيم أو يختزل الوقت أو أمور في حياتنا إنجاز التعبير وده المعنى اللي عايزة أوصله بقى إنه في حاجات الرب عايز يعملها في حياتنا سريعا سريعا نفسي نقولها كلنا بصوت عالي كده سريعا نقولها بصوت واحد سريعا نقولها بصوت أعلى سريعا الرب بيعمل سريعا وده مش مجرد تعليم لا لو تعليم الكامل بقى فيه حاجات الرب بيعملها في حياة المؤمن سريعا وفيه حاجات تاخد وقت في سفر تسنية صح أعتقد السابع لما الرب بكلم الشعب وقال لهم كده إنه الأعداء أنا حتردهم من أمامك قليلا قليلا لأن تستطيع أن تفنيهم سريعا لألا تجتمع عليك وحش البرية يعني فيه حاجات فيه حاجات في حياتنا الرب حياخد فيها وقت وبيشتغل ممكن تصلي كده بواحد يسألي أنا صليت كتير وقعد أصلي عشان الغضب ينتهي في حياتي وكده بس لغاية دلوقتي الرب ما حررنيش الموضوع ده واخد وقت فيه حاجات كتاب بيقول كده وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود يعني فيه حاجات تبص لحياتك استجابات الصلاة أو معاملات الله فيه حاجات الرب كده أصد لي بسبب أمور معينة عايز يعلمني دروس في الإيمان معينة أنه تاخد قليلا قليلا أو تاخد وقت لكن فيه ناس بتفتكر أنه دايما الرب وخلاص بقت حاجة ونسمعها فعوزات كتير دايما الرب بيكي في الهزيع الرابع لا مين قال كده فأوقات الرب ممكن يجي في الهزيع الرابع لكن الكتاب المقدس بيعلمنا أنه فيه أمور ولازم حاسس أنه على قلبي كده أنه الرب بيجي يلمس قلوبنا ويبقى عندنا توقعات جديدة كمؤمنين أنه فيه أمور سنرى الرب بيعمل فيها سريعا أمور تصليلها النهاردة تحصل بكرة ومتستغربش تستغربش كده لما تصلي الحاجة إيه دا؟ إحنا لحقنا سريعا نفسي نقولها بصوت عالي سريعا هل الكلام ده حماس مثلا أنا بجيبه عايز أقرأ لكم بعض الآيات اللي بتتحدث عن الرب الذي يعمل في حياتنا إيه؟ أنا سامع اتنين آمين في اسم الرب يسوع نفسي نفتح مع بعض مزمور 147 ولو معاك نوتة أو ورقة أو قلم كده لو تكتب على الآل 3-4 شواهد اللي جايين اللي بنختم بيهم الكلمة وفي عدد 15 دا عن الرب يرسل كلماته في الأرض سريعا جدا يجري قوله يرسل كلماته سريعا جدا يجري قوله الرب مهتم إننا نفكر بالطريقة دي يا رب جدد أزهاننا إننا حنشوف أمور وهي تحدث سريع جدا أنا عابق أؤمن مش عارف أنت بتفكر إزاي بس أنا بأخذ الكلمة دي ليا النهاردة وزي ما الرب بيكلمكم الرب بيكلمني وأنا حتى بيتكلم كده الرب بيكلمني عن أمور في اسمي يسوع سأراها تحدث سريعا جدا صلي كده وإنت مغمض عنيك دي الآن قوله يا رب شاور لي على الحاجات اللي أنت بتقول لي عليها إنها حتحدث سريعا جدا في الوقت الجاي إيه الكلمة إيه الوعود يجري قوله سريعا جدا يجري قوله إيه الحاجات يا رب بتقول لي عليها حتحصل بسرعة حباقي كتير إبليس بيستغل إنه حاجات حتى التعليم حتى الآيات في الكتاب المقدس وزي ما حارب إبليس في القديم الرب يسوع بآيات كتابية كتير بيحاول يزرع عدم إيمان في واستشاع بالرب عن طريق إنه إيه خلاص يعني مش لازم إن شاء الله بعد مليون سنة كده إن شاء الله الموضوع يتم لا لازم نؤمن إنه فيه أمور لابد إننا نشوف الرب وهو بيتحرك كل يوم بنشوف الرب بيعمل في حياتنا أمور جديدة باسم الرب يسوع وده توقعي ولو ده مش اللي بيحصل دلوقتي افضل افضل قاوم هذا الإحساس وقاوم هذا العيان وأعلن إيمانك إنه سريعا جدا يجري قوله ترجمة نانسي قنقر